موسيقى قضيتنا هي محاولة سطو على أملاكنا وعقارات نحن ورثت ششوي من بني ملال كان الوالد قيد حياته مقاول كبير وكذلك رئيس لفريق رجاء بني ملال وجماعة ولدنبارك لمدة 30 سنة وكانت لنا أخت مريضة وكان الوالد أعطف عليها وبعد موته سنة 2013 لم نقتسم إرتنا وتركناها تتصرف في مداخله لأنها مريضة وتحتاج إلى مصاريف كثيرة وبعد وفاتها سنة 2017 ألحى علينا سائق هذه الأخت على إنجاز إرتاء عند عدل صديقي في الجلسات الليلية ولم نعر هذه الخطوة اهتماما كبيرة لأننا كنا نتق فيه وبعد ذلك أخذ في نقل الشهود من دار العزاء إلى مكتب هذا العدلين وعند انتهاء العدل من الكتابة وإمضاء الشهود أشهر ورقة وقال للشهود أنها وصيت بالتلت ولم تدرك في أي شيء لهذا انتقد الشهود في وجه العدل ووصفوه بالمحتال وقاموا بتراجعات في الشهادة بواسطة مفوض قضائي والذي أنجز محضر يؤكد فيه أن العدل رفض تسلم التراجعات لأن عقد الإرادة لم ينجز بعد ولأنه متواطئ مع السائق صديقي في النصب فقد أكمل هذا العقد خلصة في ضرب صارخ لحق الشهود في التراجع بمفوض قضائي وسلمها للمحافظة العقارية لأجل إدخال في أملكنا بعد هذا قمنا بشكاية نطعن فيها في الإرادة المزورة على الشهود التي لم تكن إلا الشجرة التي تخفي الغابة لأن هذه الإرادة كان الغرض منها هو إخفاء معالم وصية مزورة أنجزها نفس العدلين بستة أشهر قبل وفاة الأخت رحمه الله وبعد اطلعنا إلى الشهادة المضمنة في دفتر حفظه صدمنا وصدم كل من رأاها لهذا الإشهاد المنجز من طرف هذا العدلين والذي أثبتت المحكمة ابتدائيا وكذلك الفرق الوطني للشرطة القضائية تزويرهما لهذا نعرض على الرأي العام الظروف والأحداث التي رافقت العدلين والسائق لتزوير وصية ثم بعد ذلك إقحامها واستعمالها في إرادة طعن فيها الشهود لأجل منعنا من استغلال أملكنا بإنجاز تقييدات احتياطي عليها أولا السائق وأحد العدلين صاحب دفتر حفظ كان صديقين في الجلسات الليلية المعروفة منذ سنين النقطة الثانية وهو أنه كان هذا السائق غارقا في الديون من طرف الخزينة العامة وكذلك وعود بالبيع تفوق 150 مليون سنتيم وهي مقيدة بشهادة ملكية تجمعه بزوجته السابقة وهذه الديون تفوق بكثير قيمة العقار للمساحة ديالوي الله 49 متر مربع ببني ملل ثالثا أن هذا السائق زور على المرحومة شيك بقيمة 50 مليون سنتيم يومين قبل وفاتها يعني يومين قبل ما تموت الأخت زور علىها شيك وقد توفيت هذه الأخت وهي لا تعلم بهذه القضية وهو يقضي حاليا بموجب هذا التزوير سنتين حبسا نافذا وهذا هو الشيك المزور ونموذج الإمضاء المودع لدى البنك أي سبيسيمان ديالأخت الله رحمه وكما زور الشيك بقيمة 50 مليون سنتيم فما بالكم بوصية قيمتها مليار ونصف مع تدخل شخص نافذ لعدم حجز حزابه بالبنك كما يقول النقطة الرابعة وهو أن المرحومة نبيل الشيشوي كانت تمضي وقد أمضت عدة شيكاية في نفسه فترة الإشهاد الوصية واحد يوم قبل الإشهاد والآخر بيومين بعد الإشهاد النقطة الخامسة وأنه نبيل الشيشوي رحمه الله كانت مقعدة بشهادة السائق نفسه وبشهادة الجميع لذلك لا يمكنها الذهاب عند العدلين لمكتبهما لأنها لا ترضى أن يراها الناس على كرسي متحرك ويوم جمعة يوم تاريخ الإشهاد يصادف يوم حصتها الأسبوعية لعملية الدياليز الله يحفظنا كاملين وتكون في حالة إرهاق تام كما أنها تسكن بيلا قريبة من محكمة ويمكنها استضافة العدولات إلا كانت بغدير هذا الشيء النقطة السادسة وهي محاولة العدلين إخفاء الوصية التي أنجزوها من قبل وإصرارهم في إقحامها في الإيرتاء رغم تراجع الشهود يؤكد تواطئهما في عملية التزوير النقطة السابعة وهو استقواء العدلين والسائق بشخص نافذ كان يتدخل في المسار قضيتنا يقول لك أنه واحد لتوقف معنا وتعيوننا فج النقطة الثامنة وهو أن إشهاد الوصية يتبت بالملموس عملية التزوير الإشهاد كتب على مرحلتين المرحلة الأولى كتابة فقرة الأولى بشكل عادي مع كتابة اسم نبيل ششوي في الأسفل مع ترك فراغ بينهما لإضافة شيء مستقبلا ثم بعد ذلك أضيفت الفقرة الثانية فيما بعد بحروف كبيرة ومتباعدة مع إضافة اسم ونسب وإمضاء السائق بشكل أكبر لملء الفراغ مع إقحام وتأكيد مشاركة السائق في هذه العملية المزورة معهم وتأكيد عملية التزوير الجمعية بعصابة إجرامية خلصة بينهم وجود بصمة عوض إمضاء الأخت رحمه الله رغم أنها أمضت في نفس الفترة عدد كبير من الشيكات واحد قبل يوم الإشهاد الموجود في دفتر الحفظ وشيك آخر بعد يومين من تاريخ الإشهاد وهذه البصمة المساحة الكبيرة منها ملساء ولا تحتوي على خاصيات على الرغم من أنه أصبع طبيعي للإنسان يحتوي على أكثر من 200 خاصية والذي أكدته الخبرة التقنية لمختبر الوطني للشرطة القضائية أنه لا يمكن نسب هذه البصمة للسيدة نبيلة الشيشوي كما أن الأرتنير نتبعي من جميع مليئ من كيفية التزوير السهلة لنسخ وطبع البصمات على قطعة سيليكون وغيرها العدل العاطف لم يوثق حضوره عند ختم الإشهاد بإمضائه فوق الإشهاد الموالي لإشهاد الوصية في دفتر حفظ العدل الأول يعني أنه لم يكن تلقي أصلا وبعد اطلاع المحكمة على دفتر حفظ العدل اتضح لها أن جميع الإشهادات الموجودة كتبت بشكل سليم بما فيها البصمات الموجودة في الإشهادات التي أنجزت بشكل احترافي إلا الإشهاد المعنية بالزور والذي يخصنا النقطة التاسعة وهو كيف يطلب في عقد بيع عقار سياغة جميع المعلومات على هذا العقار ولو كان بـ 25 مليون سنتيم وكتابة وصية بقيمة مليار ونصف بدون أي معلومة على أملاكها تثبت الصفة القانونية والمشروعها كشهادة الملكية أو عقد عدلية أو غيرها في تناقض صارخ ما جاء به ما جاءت به الرسالة الملكية الموجهة لوزير العدل والحريات ضد السطو على أملاك المواطنين لذلك فنحن أمام عصابة للسطو على أملاك المواطنين بالزور في محرارات رسمية واستعمالها وقد حكم ابتدائيا على جميع العدلين والسائق بسنتين حبسا مع الغرامة وهذه الملاحظات كلها صيغت في حيتيات الحكم الابتدائي وقد انتجأنا إلى الشيكايات المباشرة مرغمين رغم كلفتها وتعقيدتها لأنه عدة شيكايات حفظت كإخفاء سيارة المرحومة من طرف السائق والسلاء على أرض أن نملكها وجعلها مرأب من طرف السائق أيضا والتهجم على مسكننا ومنع أمنا من بيع محصول الزيتون في ضيعة قربة لملال وكانت شيكايات الشيك أيضا في طور الحفظ وقد انتجأنا إلى الشيكايات المباشرة مرغمين رغم كلفتها وتعقيدتها لأن عدة شيكايات حفظت كإخفاء سيارة المرحومة والسلاء على أرض وجعلها مرأب من طرف السائق والتهجم على مسكننا من طرف السائق من نفس السائق ومنع أمنا من استغلال أو جني زيتون في ضيعة من قرب من بني ملال وكانت شيكايات الشيك المزور لبقيمة 50 مليون في طريقها إلى الحفظ كما أن النيابة العامة أصدرت بعد الحكم الابتدائي بإجراء بحث في الزور والسعماله من طرف الفرق الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء خلصت على تأكيد عملية الزور في محرر رسمي مع استعماله ورغم كل هذا فنحن لسنا مطمئنين على مقال قضيتنا لذلك وضعنا عدة شكايات لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ولدى النياب العامة والديوان الملكي لدى التدخل في قضيتنا بأصدار المشتكى بهم بلاغات كاذبة ووقفات وإضرابات واحتجاجات سوريا الهدف منها التأثير على القضاء وكذلك لتدخل شخص منافق ولهذا نناشد صاحب الجلالة بآطاء أمره حفظه الله لتفعيل الرسالة الملكية الموجهة إلى سيد وزير العدل والحريات لإقرار الحق ومعاقبة المتلاعبين كما نترجى كذلك من السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس محكمة النقد تتبع قضيتنا ونفس الشيء بالنسبة للسيد الرئيس الأول بمحكمة السيناء في بني ملال وكذلك السيد وكيل العام بنفس المحكمة لإقرار العدالة لحماية ممتلكاتنا واستثمارتنا والله لا يضيع جراما أحسن أعملا لا تنسوش تابنوا خلاشين وتأكتبوا الجرس بشي وصلكم جديد فيديوهات بالترس وتبرتجوا مع أصحابكم